موسيقى أبناء وبناتي طلبت الصف الثاني عشر أدبي أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الإحصاء المتباينات خواص التباين إذا كان سين أقل من صاد حيث سين وصاد أعداد حقيقية ناخد مثال عددي عشان نفهم الخاصية اللي جاية أنت عارف أنه ثلاثة أقل من خمسة إذا أضفنا عدد إلى الطرفين وليكن أربعة يبقى ثلاثة زائد أربعة أقل من خمسة زائد أربعة وده واضح لأن السبعة أقل من التسعة وبالتالي لما يكون سين أقل من صاد ونضيف عدد عين إلى الطرفين الطرفين المتبينة يبقى سين زائد عين أقل من صاد زائد عين لكل سين وصاد ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية وكذلك العين الخاصية اللي بعد كده نشوف حالة الضرب عندنا ثلاثة أقل من خمسة اضرب العددين في عدد موجب ولاحظ في الضرب هتختلف أما بضرب في عدد موجب غير لما بضرب في عدد سالب اضرب ثلاثة أربعة يسوي اتناشر وخمسة ضرب أربعة يسوي عشرين لاثناشر أقل من عشرين وبالتالي علامة التباين لم تتغير يبقى لو كان عندي سين أقل من صاد زي ما حتى فأنا وضربنا سين وصاد في عدد موجب فإن علامة التباين لا تتغير وبالتالي يكون سين عين أقل من صاد عين لكل سين وصاد ينتمي لحاء وكذلك العين أكبر من الصفر هنا العين مش بتنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية هنا عين عدد موجب فقط تعالوا نشوف الخاصية التالتة إذا ضربنا في عدد سالب التلاثة أصغر من الخمس اضرب في سالب أربعة اضرب الترافين في سالب أربعة يبقى ثلاثة ضرب سالب أربعة اللي هي سالب اتناشر وخمسة ضرب سالب أربعة اللي هي سالب عشرين مين أكبر سالب أربعة سالب اتناشر ولا سالب عشرين أكيد سالب اتناشر وبالتالي لاحظنا أن علامة التباين تغيرت يبقى إذا كان سين أقل من صاد وضربنا في عدد سالب عين يبقى سين عين أكبر وليس أقل من صاد من صاد عين نشوف مثال على هذا الكلام اوجد مجموعة حل المتبينة المتبينات التالية ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد الحقيقية المتبينة الأولى سبعة زائد اتنين سين أكبر من أو تساوي الأربعة ده المتبينة بتاعتنا يبقى عشان تحل هنضيف النظير الجمعي للعدد سبعة للطرفين ها هذه المتبينة راحز العدد السبعة اللي معاك هنضيف له النظير الجمعي اللي هو سالب سبعة يبقى سالب سبعة هنضيفها للطرفين وبالتالي تكون المتبينة هي اتنين سين أكبر من أو تساوي سالب ثلاثة إزاي نتخلص من الاتنين هنقصم على الاتنين وبالتالي يبقى السين أكبر من أو يساوي سالب ثلاثة على اتنين ما هي الأعداد الحقيقية الأكبر من أو يساوي السالب ثلاثة على الاتنين من أول السالب ثلاثة على الاتنين إلى المالة نهاية كل الأعداد اللي عليمين العدد سالب ثلاثة على اتنين ونقدر نمثلها بخط الأعداد من سالب ثلاثة على الاتنين إلى المالة نهاية نشوف رقم باء 2 سين زائد الواحد أكبر من سالب 4 وأقل من أو يساوي الخمسة هنا هنتخلص من الواحد هنضيف النظير الجمعي للواحد لجميع الأطراف يبقى دي المتبينة بتاعتنا 2 سين زائد الواحد أكبر من سالب 4 وأقل من أو يساوي الخمسة السالب 1 نضيفه لجميع الأطراف يبقى سالب 4 ناقص 1 سالب 5 وعند العدد زائد نظيره الجمعي يساوي الصفر و5 ناقص 1 يساوي 4 فتكون المتبينة هي 2 سين أكبر من سالب 5 وأقل من أو يساوي الأربعة لسه في معنى مشكلة هي الاتنين إذا نتخلص من الاتنين هنقسم على الاتنين يعني السين أكبر من سالب 5 على الاتنين وأقل من أو يساوي الاتنين الفترة في الأول أكبر من سالب 5 على الاتنين أقل من أو يساوي الاتنين وبالتالي السالب 5 على الاتنين لا تنتمي لمجموعة حل المتبينة بينما الاتنين تنتمي فنكتب مجموعة الحل فترة نصف مفتوحة سالب 5 على الاتنين واتنين السالب 5 لا تنتمي لمجموعة الحل والاتنين تنتمي لمجموعة الحل يبقى عند السالب خمسة على اثنين دايرة مفتوحة يعني بنقوله أن السالب خمسة على اثنين ليست ضمن مجموعة حل هذه المتبينة بينما الاثنين دايرة مغلقة لأنها تنتمي إلى مجموعة حل هذه المتبينة تعالوا نشوف نظل لدائرة الحرف تدل على الإجابة الصحيحة النقطة اللي بتحقق المتبينة خمسة سين نقص اثنين ساقصاد أكبر من سبعة هي قبل ما تحل لزم تكون فهم السؤال لو النقطة حققت المتبينة يبقى أكيد تضرب الخمسة في الإحداث السيني للنقطة نقص اثنين في الإحداث الصادر للنقطة لازم يطلع عدد أكبر من كام؟ من سبعة تمام نشوف النقطة الأولى النقطة واحد واحد هذه المتبينة خمسة ضرب سين نقص اثنين ضرب صاد أكبر من سبعة يلا مع بعض نشيل السين ونضع كام في النقطة الأولى ألف واحد والصاد ونضع واحد الإحداث الصاد للنقطة ألف فهتكون كده يا شباب 5 ضرب واحد ناقص اثنين ضرب واحد نشوف 5 ضرب واحد بخمسة ناقص اثنين ضرب واحد باتنين 5 ناقص اثنين يسوي ثلاثة هل الثلاثة أكبر من السبعة؟ أكيد لا وبالتالي هذه النقطة لا تحقق المتبينة بنفس الطريقة هنعمل نقطة باء يبقى 5 ضرب واحد ناقص اثنين ضرب سالب واحد 5 زائد اثنين سبعة السؤال هنا هل سبعة أكبر من سبعة؟ أكيد لا وبالتالي باء لا تحقق المتبينة جاء الله شباب نعيد رقم جيم نشوف رقم جيم رقم جيم أيضا هنشيل السلم ونحط واحد مكانها والإحداث الصاد للنقطة هو سالب اثنين ونعوض في المتبينة 5 ضرب واحد 5 عندي سالب اثنين ضرب سالب اثنين موجب اربعة يبقى 5 زائد اربعة تسعة هل التسعة أكبر من سبعة؟ نعم وبالتالي النقطة جيم هي التي تحقق المتبينة مثل بيانيا منطقة حل المتبينة أربعة سين زائد صاد أقل من أو يساوي تمانية أول شيء عشان نحل هذا السؤال لابد من رسم خط الحدود للمتبينة المتبينة اللي معاك أربعة سين زائد صاد أقل من أو يساوي تمانية فهنوجد المعادلة المناظرة لهذه المتبينة اللي هي أربعة سين زائد صاد علامة التباين هتساوي تمانية هتبقى يساوي وبالتالي تمانية دي المعادلة المناظرة للمتبينة يا شباب دي معادلة في المتغيرين من الدرجة الأولى يبقى يمثلها بيانيا خط مستقيم نضع سين بتساوي الصفر نضع سين بتساوي الصفر ونعوض يبقى الصاد هتساوي تمانية ضع سين بتساوي واحد يبقى الصاد هتساوي أربعة ضع سين بتساوي اتنين يعني الصاد بتساوي صفر ونرسب الخط المستقيم النقطة الأولى صفر وثمانية النقطة الثانية واحد واربعة النقطة الثالثة للتحقيق المستقيم يتعايب بنقطتين النقطة الثالثة أخدناها للتحقيق فقط اللي هي اتنين وكام اتنين وصفر نرسم الخط المستقيم طيب عايزين بقى نشوف يا شباب ازاي أحدد منطقة الحل بلاحظ أن النقطة صفر وصفر لا تنتام للمستقيم وبالتالي باستخدمها في تحديد منطقة الحل هنعوض بالنقطة صفر وصفر في المتبينة أربعة سين زائد صاد أقل من أو يساوي تمانية أربعة ضرب صفر بيساوي السفر زائد صاد صفر الصفر زائد صفر بيساوي السفر وطبعا ده أقل من أو يساوي تمانية هل دي عبارة صحيحة أم عبارة خطيئة؟ عبارة صحيحة وبالتالي منطقة الحل هتشمل النقطة صفر وكام صفر وصفر يبقى دي منطقة الحل للمتبينة طب لو كان عندي متبينتين عايزين نمثلهم ونوجد منطقة الحل المشترك للمتبينتين تعالوا مع بعض يا شباب نشوف المعادلة المناظرة بنفس الطريقة بنفس الكيفية للمتبينة الأولى هي سين ناقص 2 صلاة بتساوي 2 طب المعادلة المناظرة للمتبينة الثانية 2 سين زائد 3 صلاة بيساوي 6 هنرسم خط الحدود للمتبينة الأولى وأيضا نرسم خط الحدود للمتبينة الثانية إزاي نطلع النقاط بطريقة بسيطة عشان نتجنب الكسور وعشان نتجنب الأعداد الكبيرة ضع سين بتساوي الصفر لما نضع بسين بتساوي الصفر يا شباب هتبقى عندي سالب 2 صاد سالب 2 صاد بتساوي الاثنين قسم على السالب 2 يبقى الساد بتساوي سالب 1 الآن هنضع صاد هي اللي بتساوي الصفر هنجد إن السين بتساوي 2 بنفس الطريقة هناك في المتبينة الثانية هنضع سين بتساوي صفر يبقى عندي 3 صاد بتساوي 6 هتقسم على 3 يعني الصاد بتساوي 2 نضع صاد بصفر يعني 2 صاد بتساوي 6 قسم على الاثنين يعني الصاد بتساوي 3 بتحديد منطقة الحل للمتبينة سين نقص 2 صاد أكبر من 2 باستخدام النقطة 0 و 0 طبعا بنستخدم النقطة 0 و 0 في حالة ما إذا كانت هذه النقطة لا تنتمي للخط المستقيم الممثل للمتبينة وفي سؤالنا النقطة 0 صاد لا تنتمي للمستقيم يبقى سين نقص 2 صاد أكبر من 2 نضع مكان السين صفر إحداث السين إلى نقطة الأصل مكان الصاد صفر الإحداثي الصادي إلى نقطة الأصل يبقى 0 أكبر من الاثنين الصفر أكبر من الاثنين هل هذه العبارة عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة طبعا عبارة خاطئة يبقى إذن معنى ذلك أن النقطة 0 و 0 لا تنتمي لمنطقة الحل بنفس الطريقة في المتبينة الأخرى هنحدد منطقة الحل باستخدام النقطة 0 و 0 هنعوض عن سين ب 0 و صاد ب 0 هيديني أن الصفر أقل من أو يساوي 6 وهذه عبارة صحيحة طالما العبارة صحيحة معنى ذلك أن النقطة 0 و 0 تنتمي إلى منطقة الحل تعالنا في الرسم أن نرسم المستقيم الممثل للمتبينة الأولى 0 و سالب 1 و 2 و 0 ده الخط المستقيم الخط المستقيم هنا خط منقط ليه شباب لأن أنت عندك المتبينة أكبر من الصفر ما فيش يساوي وبالتالي نقاط الخط المستقيم لا تنتمي لمنطقة الحل نقاط الخط المستقيم الممثل لهذه المتبينة لا ينتمي لمنطقة الحل هنرسمه بالصورة منقطة كما أمامك بالرسم الآن عايزين نحدد منطقة الحل لهذه المتبينة على حد أنا عند النقطة 0 و 0 زي ما درسنا قبل كده لا تنتمي لمنطقة حل لهذه المتبينة فين النقطة 0 و 0 كما أوضح أمامك النقطة 0 و 0 ما بتنتميش لمنطقة الحل وبالتالي لما نيجي نظلل مش هنظلل النقطة 0 و 0 يبقى منطقة الحل هي الجزء المظلل باللون الأصفر أمامك تعالي نرسم المستقيم الآخر معايا النقاط بتاعة المستقيم 0 و 2 و 3 و 0 0 و 2 و 3 و 0 نرسم الخط المستقيم وواضح أنه خط متصل لأن المتبينة فيها علامة اليساوي طيب يترى النقطة 0 و 0 بتنتمي لمنطقة الحل ولا لا تنتمي النقطة 0 و 0 تنتمي لمنطقة الحل زي ما درسنا إذن حينما نحدد منطقة الحل على الرسم لازم تمر بالنقطة 0 و 0 وبالتالي هذه منطقة الحل الخاصة بالمتبينة 2 صاد أقل من أو يساوي 6 فين المنطقة المشتركة بين المنطقتين المنطقة المشتركة بين المنطقتين هي المنطقة المظللة التي أمامك وبالتالي هذه المنطقة هي اللي بتمثل منطقة الحل المشترك للمتبينتين هذه المنطقة المشتركة لمنطقة الحل المشترك للمتبينتين يبقى في نهاية الدرس عرفنا خواص التبايل عرفنا إزاي نحدد المعادلة المناظرة للمتبينة عرفنا إزاي نرسم الخط اللي بيمثل هذه المعادلة المناظرة للمتبينة عرفنا متى تكون نقطة تنتمي لمنطقة الحل أو لا تنتمي لمنطقة الحل عرفنا إزاي نحدد منطقة الحل بيانيا للمتبينة كذلك عرفنا إزاي نحدد منطقة الحل المشترك للمتبينتين إلى هنا أحبابي تنتهي هذه الحلقة على أمل بلقاء قادم إن شاء الله مع تمنياتي لكم بالتقدم الدائم والتفوق المستمر في أمان الله اشتركوا في القناة